أحضر لا تهرب قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يا جماعة الخير عزيز هذا الشب قصير القامة ولكنه عملاق بالشهرة مات فكرهنا بس خلص انتهى الموضوع ماتها والله آية من آية الله سبحانه وتعالى وتوقيت من الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت يا جماعة الخير فيه إش اسمه صدقة جارية وفيه إش اسمه وزر جاري انتبه إش اللي بتحطه على النت انتبه إنه يكون لك رحمة جارية أم وزر جاري لا نستطيع إننا نحكم على عزيز رحمه الله اسأل الله إنه يغفر له ولكن من المقاطع اللي كانت صدفة هيك تيجي على التيك تاك وإحنا منتطلع أو نبحث عن أمر مع ما صراحة لا ترضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن لا ندري قد يكون ختم له الله سبحانه وتعالى بحسن خاتمة لا ندري ولكن الأمر العظيم اللي الناس تستهين فيه انت بتفكر حطيت شغلة ممكن هذه تضل سنين عشرات سنين ممكن هذه لا تستطيع تمحيها إلا بتوبة صادقة نصوحة قبل الموت فذلك لا تفتخر لا تبيع دينك ودنياك وآخرتك بمقطعين ثلاثة عشر مية ألف أحباب الله صدقا عملوه الآلاف بل مئات الآلاف يعني على أيامنا قبل السوشال ميديا لما تشوف واحد مثلا قصير القامة اللي أولاد صغار بيعيبوا عليه وبضربوا بالحجار وبلاحقوا وبيكون كرهان حياته الحمد لله رب العالمين السوشال ميديا الآن ممكنها ترفع إنسان ما حد سمع فيه بقراءة القرآن الكريم أو بهمة أو بأمر معين مهارة معينة ولكن نحذر حذر شديد إننا نقول أنت في النار أو أنت ما نستطيع نقول هذا الكلام بس نقول احذر وحذر شديد أي مقطع تحطه يقول هل يرضي الله ورسول صلى الله عليه وسلم هل هذا يرضي أبنائي بناتي المستقبل يمكن ما عندك أولاد وبنات هل هذا الأمر فيه من الرجولة أو فيه من الأنوثة أو فيه من المروءة أو 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 لذلك الآن عملوا على ظهره مئات الألاف بل يمكن الملايين من الدولارات يا جماعة الخير اللهم سلم سلم نعوذ بالله من السلب بعد العطاء اللهم نسألك حسن الخاتمة لذلك عزيز أنا صدقاً احزنت عليه طيب وتؤكد الخبر وفاته ولكن الأمر اللي أرجو الله سبحانه وتعالى أن الله ختم له بحسن خاتمة لأن مقاطع اللي كنا لو حتى ثواني تمر علينا هيك ما هي مقاطع ترضي الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقاطع هذه وزرها عظيم فدير بالك اعتبر يا اللي بتتنفس اعتبر أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنت بتسمعني بتتنفس عندك الفرصة نسأل الله يرزقنا أجمعين توبة النصوحة حفظكم الله ورعاكم